اهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من سوريا اليوم في اولى ملفاتنا الليل اتفاق تركي امريكي فرنسي على ضرورة رحيل الاساد واستحالة بقاءه في السلطة مع اختلافا في درجات الاصرار والمرون حول كيفية تحقيق ذلك فاردوغان لا يرى سلاما في ظل وجوده بالسلطة مؤكدا بدء تطبيق اتفاق ادلب اما المغوث الامريكي جيمس جيفري فيرى ان رحيله ممكن عبر عملية دستورية اما باريس فترى انه لا يمكن التطبيع على جرائمه الى ما لا نهاية في المحور الثاني احدث فصل عدد من معلمي السويداء عبر مدرية التربية تابعة للنظام غضبا عند ناشطين محافظة الذين اتهموا المدرية بالغياب عن الاعتصام الذي كان مخصصا لمختطف سويداء لدى تنظيم الدولة حيث ما تزال المطالبات مستمرة للنظام وروسيا بالعمل على اطلاق سراحهم وسط غموض يلف مسار المفاوضات اعلن رئيس تركيا سلامة في سوريا غير ممكن في ظل وجوده الاسد بالسلطة وان من وصفهم بالمتطرفين بدأوا بالانسحاب من المنطقة من زوعة السلاح في ادلب وقال الرئيس الفرنسي انه لا يمكن التقطية على جرائم الاسد الى ما لا نهاية فيما اعتبر المبعوث الامريكي الى سوريا جيمس جيفري ان رحيل الاسد ممكن عبر عملية دستورية ما من تصريحات اقليمية او دولية اكثر تضاربا او مواربة بشأن مصير نظام الاسد في سوريا ويستمر الغموض والضبابية بشأن هذه المواقف المتقلبة التي تترك الباب مواربا ما بين الرحيل وعدم الرحيل وقد تكون واشنطن اكثر ترددا وغموضا في موقفها هذا فالقضاء على تنظيم الدولة هو اولوية وجودها في سوريا ثم يليه اخراج القوات الايرانية وذاك ما صرح به المبعوث الامريكي الخاص الى سوريا جيمس جيفري في حديثه للشرق الاوسط بل واعتبر ان ازاحة رأس النظام امر ممكن عبر عملية دستورية وبدت تصريحات جيفري خجولة غير حاسمة بشأن مصير نظام الاسد وعلى العكس من ذلك ظهرت باريس اكثر وضوحا من واشنطن في رفع سقف تصريحاتها في هذا الخصوص واعرب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو في اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة عن اسفه لما تعرض اليه الشعب السوري واضاف انه لا يمكن تغطية جرائم الاسد من خلال بقائه الى ما لا نهاية وختم بالقول يوما ما ستتم محاسبته اما الرئيس التركي والذي خرج اثناء كلمة ترامب من الجمعية العمومية ولا يعرف ما اذا كان خروجه نابعا من حدة المواقف بين البلدين او انه كان يهم لتجهيز كلمته التي تأتي بعد كلمة ترامب مباشرة بكل الاحوال فان ايردوغان قال صراحة بانه لا يمكن تحقيق السلام في سوريا في ظل استمرار الاسد في السلطة كما وعرج على اتفاق سوتشي الذي تم التوقيع عليه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السابع عشر من الشهر الحالي ايردوغان اشار الى ان انقرة اوقفت هجوما دمويا على ادلب على حد وصفه واعلن عن بدء انسحاب الجماعات التي وصفها بالمتشدد من المنطقة منزوعة السلاح في ادلب وهذا ما يفسر صدور بيانات عن بعض الفصائل في مدينة ادلب ترحب باتفاق سوتشي حسب مراسل تلفزيون سوريا مع انتناع بعضها بالتأكيد تصريحات ساخنة ومنها باردة بخصوص المصير المجهول للنظام في سوريا ويبقى استمرار الالتفاف حول حقيقة المواقف والقفز نحو المراوغة هو سيد الموقف ما بين الثابت والمتحرك لمتابعة هذا الموضوع معنا في الستوديو المحلل وسياسي المختص بالشأن التركي الدكتور سمير الحاج ومن أمستردام معنا عبر سكايب الكاتب وصحفي حافظ خرقوت أما من واشنطن معنا استاذ العلوم السياسية في جمال جورج واشنطن الدكتور نبير ميخايل لأبدأ معك دكتور سعيد مساء الخير أواشي الحديث هذه المرة عن رحيل الأسد أردوغان وإيمانويل ماكرون والمبوث الأمريكي إلى سوريا جيمال شفري ثلاثتهم تحدثوا عن ضرورة رحيل الأسد للانتقال إلى أبرى عملية سياسية ومن ثم الانتقال إلى أمور أخرى كأن الحديث عاد مرة أخرى عن رحيل الأسد سأل خير لك أولي الضيوف والمشاهدين بطبيعة الحال الحديث حول نظام الأسد ليس متعلقا بالسوريا المستقبلية بقدر ما هو الحقيقة ورقة تفاوض بين مختلف الأطراف بمعنى بقاء الأسد بقي حتى الآن ورقة قوة أو انتصار أو تقدم لمحور روسيا وإيران بينما رحيله في أي فترة معينة سوف يعتبر تقدما أو مكسبا للأطراف الأخرى ولذلك حتى الآن لا يمكن القول أن روسيا وحتى إيران لا يمكن القول أنها ملتزمة جدا ومتمسكة بالأسد حتى نهاية المطاف بقدر ما هي متمسكة به في المطرفة الحالية كدليل على تقدمها هي ميدانيا وعسكريا وبالتالي سياسيا في الملف السوري لكن كلما اقتربت القضية السورية من نهاياتها بمعنى كلما اقترب الميدان من حل معين يمكن أن يمهد لحل سياسي معين الكل يجريك أن العقدة الأساسية التي يمكن الحديث حولها هو مصير نظام الأسد أو ربما شخص الأسد بحد ذاته في نهاية المطاف كلما يتعلق بشكل الدولة ونظامها السياسي والبرلمان والدستور وما إلى ذلك كذا كل أمور تفصيلية ناحية أو متفرعة ستحددها الدستور واللجلة الدستورية يمكن أن يحددها فرقاء المختلفون السوريون لكن في نهاية المطاف العقدة الأساسية بين مختلف الأطراف والتي أدت لكل هذه التداعيات في سوريا عمد السبع سوات هي مصير نظام الأسد حتى الآن التصلب الروسي موجود وهو متكئ على تقدم ميداني واضح جدا لكن بطبيعة الحال تدرك روسيا في نهاية المطاف فانها لا يمكن لها أن تحل أو أن تقدم حلا معينة لقضية السورية مستداما طويلة أمد مستقرا قابلا للحياة بمعزل عن الأطراف الأخرى تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وأن هنا يأتي الحديث عن نظام الأسد كلما اقتربت القضية من نهاياتها كلما اقتربت الحديث حول هذا العنوان البارز وأنا أعتقد أنه وهنا كتبته مقالة الأسبوع الماضي أسميته أخطاء حسابات نظام الأسد أنه على المدى البعيد ليس هناك من ضمان لهذا النظام أن روسيا صدق متمسك به على الأقل أتحدث عن شخص بشار الأسد ولا يتحدث عن النظام لأنه في نهاية المطاف يمكن إعادة الهيكلة يمكن اختيار شخصيات معينة إعادة قولة ومعينة لكن الأسد الآن هو مجرد ورقة ترفعها روسيا في وجه الأطراف الأخرى ورقة على طاولة التفاوض إذا ما أرادت أن تتخلى عنها ينبغي على الأطراف الأخرى بالمنطقة الروسية أن تقدم لها ثمنا يقابل هذه الورقة طيب هل لا زال فعلا سيد حافظ ضيفي من أمستردام هل لا زال الأسد ورقة رابحة بيد الروس أم سيتنازلون عنها أجلا أم عاجلا كما قال الدكتور سعيد ولكن متى يمكن التنازل عنها وهل الوقت مناسب أصلا للحديث عن رحيل الأسد برأيك تحيي إليك ولا ضيوفك ولا مشاهديك مناسب أقصد يعني يجني ثماره ولا أقصد بأنه رحيل الأسد مناسب أم لا طبعا طبعا يعني حاليا الوضع الرهن بسوريا العسكري والسياسي ما زال الأسد هو حاجة ملحة لروسيا على الرغم من أنه هو ورقة خاسرة حتى الآن بجميع المقيس لكنه كون السلطة محسوبة عليه هو ما زال حتى هذه اللحظة الورقة الروسية الرابحة والورقة الإيرانية بالنسبة لإيران هي لا يمكن أن تعيش إلا على الخراب إن كان في سوريا أو العراق أو في لبنان أو اليمن أو أي منطقة أخرى النظام الإيراني تماما كما الصيونية العالمية عواليا هكذا هي لا يمكن أن تعيش إلا ضمن بيئة خراب وليس ضمن بيئة سلام أما بالنسبة إلى الروس أعتقد بأنهم يحاولون أن يقفزوا من دولة فقدت جخمها كدولة عظمى بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي الآن يريدون الروس أن يقولوا بأن لهم كلمة مؤثرة في السياسة الدولية ووجدوا بالملف السوري ضلتهم أعتقد بأنهم أيضا حساباتهم كما قال ضيفك إن كان حسابات النظام السوري خاطئة فأيضا حسابات الروس خاطئة لا يمكن في هذه المنطقة الحرجة من العالم أن ينفرد الروس لا بحل سياسي ولا بحل عسكري وهذه المنطقة الحرجة هي منطقة حروب تاريخية بسبب الإمبراطوريات وتمددها عبر قرون سابقة عديدة حتى قناة السويس بيوم الأيام كانت تصدر حروب بسبب أنها تتحكم بالمعابر التجارية لإمبراطوريات تاريخية أعتقد الآن بأن حسابات الروس وهذا يمولون على نظام الأسد أو يعولون عليه لأنه فقط ورقة يمكن المساومة بها بأي طلقة تأتيهم منها مكاسب الروس ندرك جميعا وكل من يتابع المشهد يفاوضون حول العقوبات الاقتصادية يفاوضون يدركون بأن اقتصادهم يتراجع بشكل كبير وأن الرغوبل على خطر وأن إيران لا يمكن أن تسعفهم ولا يمكن لهذه الحلفاء إن كان في الشرق أو في منطقة البحر المتوسط أن يسعفهم فما زال الاقتصاد الروسي بحاجة إلى إنعاش لنرى من هو الذي يفرض عقوبات على الآخر إنه الغرب الذي يفرض عقوبات على روسيا ولهذا روسيا تحاول أن تتمسك بهذه القشرة وهي غرقة حقيقة ويدركون الأمريكيون والأوروبيون لذلك لم يشتري حتى الآن نظام الأسد أي من هؤلاء من روسيا دعنا نرى وجهة النظر الأمريكية حول هذا الموضوع لأنه جيمس جيفري أيضا المبعوث الأمريكي إلى سوريا تحدث في موضوع أنه رحيل الأسد كما رحل المالكي وما إلى ذلك من هذا الكلام في السابق دكتور نبيل ميخايل كان الحديث من قبل الأمريكان بأنه بقاء جنودهم في سوريا مرتبط برحيل الإيرانية اليوم أصبح بقاء الجنود مرتبط برحيل الإيرانيين أولا ومثلما الأسد عبر عملية دستورية لو تشرح لنا هذه النقاط أولا تعالى حضرتك كل الضيفان الكريمان والسادة المشاهدين والمشاهدات وفي الحقيقة الأمر في أمريكا غامض شوية أنا في رأيي أن هناك موقفان أمريكان وليس موقف واحد تجاه سوريا الموقف اللي خاص بترامب هو بيحاول شخصيا أن يقلل من نفوذ أمريكا في سوريا ولا يريد بقاء قوات أمريكية كثيرة وكسافة ولفترة زمنية طويلة في سوريا الموقف الآخر هو موقف البنتاجون أو وزارة الدفاع اللي هو عاوز فعلا قوات أمريكية موجودة رغم يعني علينا أن نتذكر أن حجم قوات الأمريكية في سوريا لا يزيد عن 2200-2300 فرد فلو حتى قاموا بمهمة إنسانية العدد لا يكفي فأنا في رأيي أن أمريكا أجلا أم عجلا ستستعين بقوات موجودة في سوريا لتدعيم أو دعم نشاطها والمراشح لهذا هم الأكراد هم حاليا يعني يتعاونون معهم روسيا ستعترض عليها إيران ستعترض عليها يتعاونون معهم بس النتيجة كانت فاشلة لأن لا هم أيدوا الأسد ولا هم أيدوا الأكراد فأمريكا في موقف حارج الرأي القائل بأن أمريكا في موقع قوة في سوريا في الحقيقة أنا أختلف معها لأن أولا عددا وحجما أمريكا مش كتير ثانيا الموقف متأزم إلى درجة بحس أن في كل لحظة تحصل أزمة يعني مثلا إحنا لا نعرف مصير جنوب سوريا هل ستكون هناك غارات إسرائيلية على جنوب سوريا هل سيكون هناك وجود لحزب الله في جنوب سوريا فأمريكا لا تستطيع حزم الموقف الجيو بوليتيكي في سوريا فأنا في رأيي أن حتى لو كان ترامب جاد في حال الأزمة السورية وخروج الأسد كان عين شخص آخر غير المبعوث الحالي جيفري لأن درجة متقاعد وكان عمل في الخارجية الأمريكية من قبل ويعني مجهوده مش هيكون مجهود مكسف أو ناشط فأنا في رأيي أن سياسة أمريكا في سوريا في موقف خمول في موقف البيات الشتوي هي بتنتظر معركة إدلب هي بتنتظر التحركات والمشاورات ما بين السلاسي روحاني أردوغان يعني اليوم عندما يتم الحديث عن إدلب أيضا دكتور سعيد نعم عندما يتم الحديث اليوم عن إدلب والحديث عن عملية رحيل الأسد بالنسبة لرئيسة تركي رجب طيب أردوغان ما الخيارات الموجودة على الأرض أصلا للحديث عن رحيل الأسد خصوصا بعدما اتضحت معالم الصراع وتقريبا ارتسم ما يشبه الحدود بين الراضي السورية مناطق تخضع لسيطرة الجيش الحر المدعوم التركيا في الشمال الغربي مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة مباشرة من أمريكا في الشمال الشرقي وباقي المناطق بيد النظام السوري المدعوم روسيا أساسا وسوريا المفيدة يعني الحقيقة هذا يدفعنا المروف سريعا للأولويات التركية في سوريا الأولويات التركية الأولى هي منع إنشاء كيان سياسي معين يحكم حزب الاتحاد الديمقراطي وأذرع العسكرية منها وحدات الحماية قوات سوريا الديمقراطية وما لذلك وحتى الآن تركيا ناجحة في ذلك درع الفرات وغوصة الزيتون استطاعت أن تمنع التواصل الجغرافي والوصول المتوسط الأمر الثاني أو الأولويات الثانوية لتركيا كلها متعلقة الآن أو مرتبطة بدلقة أو بأخرى بمنطقة إدلب يعني محافظة حدودية فيها آخر معقل للمعارضة السورية بأعداد كبيرة جدا وبتسليح يفترض أنه جيد وبوحدة نوعية أو نسبية بعد إعلان الجبهة الوطنية للتحرير أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ مقتضة سكانين بالتالي احتمالات اللجوء الكبيرة التي تركيا لا تحتملها الآن وجيوستراتيجيا أيضا فكرة أنها منطقة محسوبة على نفوذها وليست محسوبة على نفوذ روسي لا تريد أن تخسرها تركيا صحيح في الاتفاق مع بوتين في مذكرة تفاهم سوتي استطاعت أن تجنب هذه المنطقة هذه العملية العسكرية لكن أنا باعتقادي هو تأجيل مؤقت لهذه العملية وليس إلغاءا تماما لها لأنه في نهاية المطاف البنود التي أعلنت في مذكرة التفاهم والجدول الزامنة التي أعلن يعني أنها مجرد تمديد للمهلة المطالة تركيا لحل مشكلة مثلا هيئة تحرير الشام والمجموعات المصنف إرهابية وراد كالي على الأقل مؤقتا تركيا لا تريد سيطرة النظام على إدلب قبل الجلوس إلى طولة التفاوض والحديث عن مستقبل سوريا ومع ذلك هذه أيضا ورقة قوة بها تركيا أوراق القوة الأكبر بها تركيا الحقيقة هو حاجة الروس لتفاهم معهم حاجة المجتمع الدولي برمته وإيضا روسيا من ضمنها للدور التركي في إعادة الإعمار في حل سوريا في النفوذ على المعارضة في إعادة الناجئين يعني استنادى لهذه المواطيات يمكن توقع عودة سريعة لطاولة المفاوضات أنا أعتقد أن الحراك هذا يؤدي أو يعني مؤداء أو مدلول هو العودة لطاولة المفاوضات وإن كان ليس بالضرورة عقد مؤتمر سريع جدا لكن هناك نقاش ساخن الآن هذه التصريحات ماذا تعني أنها مواقف معينة وتصريحات تقدم للروس بمعنى مطلوب أن الروس الآن أن يقدموا شيئا مقابلا لهذه التصريحات أو لهذه المواقف الروس أيضا يدركون أنهم في نهاية المطاف لا يمكن أن يتشبثوا في الأتد حتى نهاية المطاف لا هم محتاجون للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أنا أختلف مع الدكتور نبيل قبل قليل وقال جيمس جفري بأنه نحن ننصق مع روسيا لإخراج الإيرانيين وإزاحة الأسد بالحرف هيقة أنا أعتقد أن حتى الآن والتي المتحدة الأمريكية قادرة على تحقيق الجزء الأكبر من استراتيجياتها وأهدافها في سوريا على الأقل هي موجودة في الجزء النافع الاقتصادي من سوريا في شرق الفرات لديها حلفاء ميدانيين الروس يدركون أنهم لا يستطعون حل القضية السورية بحل مستقر مستدام دون التوافق مع الأمريكان ولا يستطعون أيضا إخراج الأمريكان لاحقا دون التوافق معهم هم يدركون أن فكرة اللاجئين وعادة عمار تحتاج حل دولي بطريقة أو بأخرى وحتى روس سوريا داخليا ذاتيا في ظل بقاء الأسد كاسم والنظام بهذه الطريقة لا يمكن لحل مستقر ومستدام أن يكون في سوريا وروسيا مهتمة الحقيقة بتثمير الوضع الميداني إلى حل سياسي معين حتى لا تتورط بطريقة أو بأخرى فالمقاربة الروسية الحقيقة مختلفة عن المقاربة الإيرانية مختلفة عن مقاربة النظام هذا كله يؤدي بنا أنه في مرحلة ما عندما يكون الثمن مناسبا عندما يكون التوقيت مناسبا ستكون روسيا بطبيعة الحال مستعدة على الأقل بالحد الأدنى عن التنازل عن الأسد فضلا عن أسماء أخرى ربما في نظامه وعادة هيكلة الأمر بحيث يمكن تسويق حل معين على أنه حل مستقر وعادل وشامل لكل سوري ربما التسبيع الجديدة قد ترضي جميع الأطراف سيد حافظ قرقوت فيما يتعلق سوريا دائما نتحدث نحن عن دول الأقليمية ولكن للأسف ضياء القرار السوري في هذه الزاوية وتلك الزاوية وغيرها هناك أستانة هناك سوتي هناك عدة مسارات للحل السياسي هناك جينيب هناك من يسحب الحاف لطرفه وآخر يسحبه لطرف آخر برأيك هنا مدور المعارضة السورية وأي طرق ستسلك وأيها أسهل أصلا يعني لا أعتقد أننا أمام خيارات المعارضة منذ أن تشكل المجلس الوطني للأسف حتى هذه اللحظة لم تمتلك أوراقها بشكل جدي ما زالت معارضة أشبه بالمراهقة بطريقة الأحوال وليست على مستوى قيارة ثورة بهذا الحجم ثورة أصبحت تهز أركان العالم ولحظنا أن العالم شرقا وغربا يتدخل بسوريا ووجد منافذ له المعارضة ما زالت حتى هذه اللحظة لا تدرك حجم المخاطر سوى بالإعلانات وبالوقفات الاستراضات الصحفية وبعض المؤتمرات بشكل أو بآخر أعتقد الآن نحن أمام كافة أطراف المعارضة كانت نتحدث عن المعارضة العسكرية فهذا ما نتج إليها ومنها أخيرا وكلنا لاحظنا هذا التراجع المريع على الساحة السورية من سنة 2013 حتى نهاية اتفاقات إدلب أخيرا المعارضة أصبحت ورقة بيد الآخرين ولا هي تملك أوراق يعني رغم أن قال ضيفك أن هناك عدد كبير من المقاتلين في إدلب وعدد كبير وهناك التسليح قد يكون جزء منه ونوعي أيضا ندرك بأن بعض المناطق أيضا كان هناك أسلحة وصلمت بمخازنها بأحياء حلب الشرقية وصلمت مخازن كاملة وحتى الأتراك نزعل أعتقد من تسوية هذا سابقا يعني وفق وفق رؤيتك وتقديرك ومتابعتك سيتحافظ لمرجايات الأحداث منذ بداية الثورة إلى الآن والحديث عن حلول سياسية يعني إلى حد هناك إمكانية للدخول في تسوية سياسية اليوم بين المعارضة من طرف والنظام السوري من طرف يعني أنت تتكلم مع نظام يمكن أن يودي بنفسه إلى الهاوية يعني عندما يتم الحديث عن تسوية سياسية يعني بأن النظام السوري ربما قد يسلم نفسه إلى محاكم الجنايات الدولية مستقبلا هل بهذه السهولة هذا الموضوع؟ لا طبعا النظام يدرك وكلنا ندرك بأن النظام لا يمكن أن يذهب إلى أي حل سياسي مهما كان شكله هذا الحل السياسي حتى لو قدم الضمانات روسية أو غيرها بعدم ذهب بشار الأسد إلى المحاكمة هو يدرك بأن انتهاء وجوده كنظام وعراء السلطة يمسك هذه الأوراق بسوريا ستنتهي لذلك النظام ومن خلفه إيران على الأقل ينزكون أوراق لتخريب على كل هذه اللعبة التخريب السياسي والعسكري أيضا دكتور نبيل دعني أختم مع الدكتور نبيل لديق الوقت هناك دقيقة واحدة فقط دكتور نبيل كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع المعطى التالي بأن الإيرانيين مصرون على الوجود في سوريا والأسد مصر على البقاء في السلطة والأمريكان باقون في سوريا أولا منع إسرائيل من القيام بأي هجمات مباغتة ضد سوريا ثانيا محاولة الحصول على فهم من بوتين على تطورات هو بيقدمها على سوريا زي منظومة السواريخ اللي باحها لدمشق في الفترة الأخيرة ثالثا تكسيف عمليات التخابر والاستطلاع فوق الأراضي السورية ولمعرفة مدى نشاط الإيرانيين ومدى حجم هروب المسلحين رابعا وأخيرا وربما يكون هذا بعد الانتخابات في أول أسبوع من نوفمبر تحديد موعد لمعركة الرقة ومعرفة أيضا كيف سيتم هناك مشاركة عدد من القوات من التركيا ومن إيران وأسف تحرير الأدلب والرقة بمشاركة أمريكية وأيضا قدرة نظام الأسد على شن هجوم عسكري نحو الشمال ودرجة استعانه بالقوات الروسية في هذا الهجوم المحتام شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ورسنتون الدكتور نبيل ميخائل كما أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي المختص بشأن تركي الدكتور سعيد الحال شكرا جزيلا لك من أمستردام أشكر الكاتب والصحفي حافظ قرقوت لكنك ستبقى معنا أستاذ حافظ في المحور الآخر مشاهدين الكرام بعد الفاصل من حوار وانتارين اشتركوا في القناة